اشتركوا في القناة 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 طبعا اشتركوا في القناة البنت اشتركوا في القناة 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 دي حقيقة وما روحة واحدة وفي نفس الوقت في لعيبة النادي الاهلي ممكن كابتن ميدو كان اول ما ماتش خلص ماتش الترسانة كان عايز السفر يعمل معسكر في الاسماعيلية ممكن اخر معسكر يوم واحد عشان كان عنده بعض اللعيبة عنده متحان في اسكندرية دي هو كان كابتن محمد عادل وفعلا كان متابعه واخر التمرين عشان يلحقه قبل حالتك مرنه هنا وفرقة مرنت هنا وسافر بعد التمرين ومريح اتمرنه في الاسماعيلية وفعلا هو لحق التمرين اللي هي بقى السرية ده احمد قط بقى لا ده مش عادل اه تمام طيب وكابتن زكريا بتهيقلي برضو يعني كابتن محمد مسالحي يعني راح بدري شوية بيبقى احسن برضو عشان اكل القتيل تاخد عليه عشان التنقلات النوم تثبت نومك وعشان يوزب يتمرن في نفس الملعب ونفس الأجواء ونفس يحط اللعيبة بقى خلاص في تركيز خلاص ان عنده يومين هو المكش ببطولة يومين بتركيز اللعيبة بيعد يمركز اللعيبة بيتفرج على السكوتينج بيتفرج على الفرقة التانية بيعمل محاضرات بيتمرن كويس بيريح ده سيزيته طبعا اللعيب المحترفة طبعا احسن المطلوب اول اللعيب يبقى بتحط في جو المباراة والتركيز يعني واني اللعيبة كلها يعني اللعيبة في المنتخب مع بعض لعيبة أصحابه كرة طائرة مش محتاجة مفاهيشش مش شد اللعيش عنف في الملعب فاللعيب ما بتشيلش من بعض يعني وحياتك برضه كابتل مش بالعمف بس والله ده لا يعني باشي لا يعني باشي لا يعني بحس ان لعيبة النادي الأهلي حتى بيبقى عندهم يعني في الكرة طائرة حتة يعني التواضح يعني ما شاء الله اللعيبة بأمانة مش في دماغهم ان هما مثلا ماسترز والأبطار والأرقام زو انتم شايفين يعني ما عندهمش حدا دي خلاص لا لا الحب بالله يعني ما فيش الكلام ده خلاص بخلص معظمكم تربي في النادي الأهلي معظمكم فعشان كده واخدين على الجو الخصر خلينا بس نذكر تستاذ المشاهدين يعني الساعة 4 بتمام الساعة 4 بإذن الله هنالي لحضراتكم على الهواء مباشرة قبل نهائي كأس مصر الكرة الطائرة لجال موسم 2021 الأهلي والاتحاد المباراة تقام في صالد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وخلينا أقول لحضراتكم كمان انه اللي مش هادر يشوف الماتش على شاشتنا لأي ظروف هي ان شاء الله هيبقى فيه بات مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على قناتنا في اليوتيوب طب كابتن يعني نبتدي نستعرض مع بعض كده القوائم يمكن طبعا لازم ان السادة المشاهدين يعرفوا طبعا الأجهزة الفنية الفريقين واللعبين نبتدي بايه الجهاز الفني للنادي الأهلي الفضل يا كابتن بسم الله الرحمن الرحيم الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن محمد مسلحي مدير فني كابتن تامر مجدي مدرب عام كابتن محمود جمعة مدرب الدكتور اهاب فخردين طبيب الدكتور سامح زلام علاج طبيعي الدكتور حسن عبد المجيد مخاطط احمال كابتن خالد ابو زينة مدير اداري كابتن ايمن علي اداري كابتن احمد سعيد محلل تقني كابتن عبد الرحمن مكي مدلك كابتن احمد رشاد مهمات تمام ده كان الجهاز جهاز الفني للنادي الاهلي استاذنا كابتن احمد نستعرض الجهاز الفني لطائرة رجال اتحاد سكنداري تفضل كابتن احمد الجهاز الفني كابتن جمال صبري رئيس الجهاز وده برضه لاعب كرة طايرة وكان ملاعب منتخب مصر فطبعا هو علي يكون على رأس جهاز الفني لنادي اتحاد هو نادي اتحاد يعمل طفرة في الكرة الطايرة وشايفينه في مراحل الناشئين والشباب يعني هو في نادي اتحاد فيه عندهم تفرف كرة الطايرة فيه كابتن احمد سعيد مدير الفني للفريق فيه كابتن عمر إبراهيم راشد المدرب العام برضه لاعب كان لاعب برضه في نادي الاتحاد ولعب يعني مدرب واعد ان شاء الله فيه كابتن سعيد احمد جلال مدرب فيه كابتن وليد إبراهيم شربي المدير الإدالي ومحام التقني كابتن علي زاكي إداري الفريق الدكتور علي فؤاد مرسي طبيب الفريق وكابتن هشام أحمد مخاطة أحمال تمام ده كان جهاز الفني للنادي الاتحاد السكنداري كابتن منضوح أجل حضرتك عشان نستعرض مع السادة المشاهدين قائمة طائرة رجالي الأهلي بفضل لكم كابتن عبدالله عبدالسلام صانع ألعاب رقم 2 كابتن عبدالحليم عبو رقم 3 ضرب من مركز 3 كابتن أحمد صلاح الأسطورة رقم 4 ضرب من مركز 2 عبدالرحمن سعودي رقم 5 ضرب من مركز 3 كرازمير المحترف البلغاري رقم 6 ضرب من مركز 3 محمود رقوف رقم 7 ضرب من مركز 4 عبدالرحمن الحسيني رقم 8 ضرب من مركز 4 واتمنى من الكابتن ميدو النهاردة يكون عبدالرحمن الحسيني ليه دور كابتن محمد معوض رقم 9 كابتن محمد عادل رقم 10 ضرب من مركز 3 كابتن أحمد عبدالعال رقم 11 ضرب من مركز 4 كابتن حسام يوسف رقم 12 صاني ألعاب ريموند سيزيتو المحترف الكندي رقم 13 ضرب من مركز 4 كابتن أحمد قد رقم 15 ضرب من مركز 2 محمد رمضان الليبرو الثاني رقم 17 أحمد سعيد الفتى الطائر رقم 18 ضرب من مركز 4 دول 15 لعب يا كابتن وهيتم اختيار 14 للاشتراك صاح في حد هيخرج كده تادي ولا أنا غلطة؟ لا فعلا لعب لازم بيخرجه بس كابتن محمد بيعمل احتياطي بيسيبه حسب التسخين الناس بتسخن ولو في اي ظروف حد تعبانه بيخرج حسب الاحتياجات الماتش هو محتاج لعيب زيادة في مركز 4 محتاج لعيب ثلاثة زيادة في مركز 3 عايز بيع حد وهو في الغالب ممكن عبد الرحمن السعودي اللي هو لعب راكب ثلاثة عبد الحليم عيب ومحتاج له النهاردة عشان بكرة حل حيبيع عبد الرحمن الحسيني ولا حيلاعب يديله فرصة هو ناشئ وعايز يديله فرصة في مركز 4 يجهزوا الماتش بكرة لا عبد الرحمن الحسيني واخد من احسن اللعيبة في كاس العلم اللي فات وخبهاتك والتساعتاشر هو اللي يعرف مشاركه في الماتشات اللي فاتت مشاركه في ماتش الزمالك انا اصد اقول ان هو بيكسب خبرات ليكون اتقل السنوات القديمة يعني المشاركة في قبل نهائي كاس اكيد بيديله خبرات طبعا ده هذا طبيعي طب كابتن احمد استاذ الحضارك نستعرض قائمة التحادس سكنداري تفضلين طبعا نخلي في يومي الرقم 2 صنع لعاب وده لعب برضه منتخب البيتش وحيسافره يوم السبت كرة الشاطئية كان الماتشات كانت خميس وسبت بعد انت اجدوها عشان سفر عندهم تصفيات الاولمبيات فان شاء الله نتمنى له التوقيع سفر امت هو؟ المنتخب هسافر يوم السبت تمام عشان كده عشان بس كده انا فهمت لان طبعا في ناس قال لك ده بيتأجل عشان او بيجي بدري عشان ماتش الترجي يعني انا ما بحبش الكلام ان هما مسافرين يوم السبت ومتاخب تصفيات المنتخب المسافر اتفضل لك في محمد احمد حسن رقم ثلاثة ضارب من مركز ثلاثة ودك اللعيف في ندي الزمالك عمر احمد صالح رقم اربعة ضارب مركز اتنين عبدالله نصي شعبان رقم خمسة الليبرو عبدالهادي محمود عبدالعاطي رقم ستة ليبرو محمود سعيد باشا رقم سبعة صانع العاب محمود شحاتة محمود رقم تمانية ضارب مركز اربعة احمد محمود محمد ميدو رقم تسعة ضارب مركز اربعة محمد مصطفى لعبة رقم عشرة ضارب مركز اربعة وده كان لعب برده في ندي التحاد ولعب كتير في ندي الاهلي محمد سيد أفتاح رقم 11 دار مركز الثلاثة وكان لعي برضو منتخب بالناشئين مع أحمد صلاح وعبد الله وكان لعي في النادي الأهلي ونادي الجيش وبرضو راحت سنة دي في النادي التحاد أحمد ماهر عبدالعزيز رقم 15 دار مركز الثلاثة وده ابن الكابتن ماهر عبدالعزيز مدير الإداري في الفريق القدم في النادي الأهلي وهو ده برضو كان لعي في النادي الأهلي ماشاء الله فيه محمود بقى محمود ناصر محمود منصور إسماعيل 15 دار الملكة الأربعة ده اللي برضه منتخب مصر محمود رفعت أدري 15 دار الملكة الثانية وكريم حسين 25 دار الملكة الثانية طب أعزائي المشاديين خلينا طلع عليه طبعاً لأرض الملعب ونجيب لكم الأجواء ومن خلال مرسلنا في أرض الملعب طبعاً محمد توفيه وروزان النصر اتفضل يا محمد مساء الخير كابتن هيسم تحياتي لحضرتك وديوفك القرام وكل متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات ستوديو الأبطال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر القرى الطائرة أجواء أكثر من رقاعة داخل صالة هاية كونتسويس هنا من الإسماعيلية يعني النادي الأهلي نهاردة بيخش المباراة ليدافع عن اللقب لقبه في بطولة كأس مصر وعشان كمان يحقق البطولة الرابع على التوالي ويحقق السنائية المحلية المرة الرابع على التوالي كمان النادي للتحاد السكندري بعد التحييو نتيجة طيبة وحصوله على المركز الخامس في بطولة الدوري العام بيطمح النهاردة طموح جديد في بطولة كأس مصر ولكن كالعادة زي ما احنا عارفين طائرة النادي الأهلي تحلق عاليا ولا طهبت أبدا كنا نكلمك بقى على الأجواء هنا في إسماعيلية والفرقتين ووصولهم إسماعيلية يمكن النادي الأهلي وصل يوم الثلاثة اللي فات هنا إسماعيلية عقب أداء ميرانو على صلاة الأمير عبدالله الفصل بالنادي الأهلي في معسكر مغلق يمكن المعسكر أجواء أكثر من راعة موفرها إدارة النادي الأهلي للفريق هنا أجواء أكثر من راعة داخل المعسكر هنا في إسماعيلية الفريق أدى تدريبه بالأمس على الصلاة الرئاسية هنا صلاة هادة قنص ويس بالإسماعيلية استعداد المباراة يمكن النهاردة الأجواء داخل الفندو يمكن الفريق كابتن محمد مصالحي يساب لهم حرية تناول وجبة الإفطار يمكن الغداء كان بدري قوي ساعة 12 ونص لأن المباراة طبعا هتبدأ في الرابعة كمان يمكن كابتن محمد مصالحي كان حريص أنه يعقد المحاضرة الفنية قبل المباراة الساعة 2 قبل التحرك ومواشنة للصالة اتكلم فيها طبعا عن أهم مخطوط لعب الاتحاد السكنداري وطموح النادر الاتحاد السكنداري في البطولة وقال للعبين أنه لا يوجد استهانا احنا دايما بنعب على البطولة وعايزين نحق السنية المحلية للمرة الرابعة على التوالي على الجانب الآخر يمكن نادر التحرك السكنداري وصل الإسماعيلية بالأمس عمل برضو تدريب على الصالة رأسينا كابتن هايسا مصالحيات قناة السويس أدت تدريبة رأسية هنا على الصالة بالأمس يمكن اتكلمت مع كابتن أحمد سعيد المدير الفني اللي فريل التحرك السكنداري قال لي طبعا النادر الأهلي ما فيش يعني كلنا عارفين النادر الأهلي ومضى قوته قال لي ممكن أنا عملت كان المحاضرة الفنيية اليوم الساعة 11 ونص قال لي اتكلمت مع اللاعبين طبعا قلت لهم على أهم مفاتيح النادر الأهلي ويعني زي ما يقول مصادر الخطورة بالنادر الأهلي قال لي طبعا قلت اللاعبين أهم حاجة لإرسالات القوية خاصة من الأسطورة أحمد سلاح كمان قال لي ممكن يعني حفظت اللاعبين وعرفتهم أكتر على طريقة أداء المحترفين اللي بلعبوا في الأهلي كرايزمار وهي ريموندو يعني اتكلم بشكل أكبر في المحاضرة وقال لهم طبعا على كل مفاتيح لها بالنادر الأهلي وقال لهم النهاردة احنا جايين نقدي أداء طيب أمام النادر الأهلي ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني زي كلمة متعبيره بالضبط كابتان عايزة قال لي احنا عايزين نعمل أداء مشرف النهاردة ونخرج بصورة طيبة أمام النادر الأهلي نروح بقى للأرقام والإحصايات ورزاني تعرضنا على براحة بيك يا رزاني قطعكم عشان نطلع فاصل للأداء وهرجع لكم تاني بعد الفاصل ان شاء الله شكرا جزيرا أعزائي مشاهدينا نطلع للفاصل السريع وارجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مكملين معاكم تغطياتنا المستمرة طبعا المباراة قبل النهائي التحادسكنداري والأهلي أو الأهلي والتحادسكنداري موسم 21 وعشرين بفكركم تاني مباراة وطقام الساعة 4 على صالة هيئة قناة السويس بالإسمعلي برحب بيك يا كابتن ممدوح للمرة التانية أهلا بيك كابتن نايس برحب بيك كابتن أحمد زكريا للمرة التانية طيب خلينا نروح لأرض الملعب تاني ومحمد توفيق ورزان نصر عشان نعرف الأجواء كنا عطيناهم قبل الفاصل اتفضل أمهان برحب بيك من جديد كابتن هيسم وبديوفة كرام نجوم مصر كابتن أحمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل ومستمرين في تغطيتنا الخاصة والحاصيل وماذا مع حضرتك ومبارات الأهلي والاتحاد قبل نهاية كاس مصر الكرة الطائرة ونروح بقى للوزان ونعرف منها الأرقام والإحصائيات والفريتين وصلوا زي للدور قبل النهاية برحب بيك في البداية كابتن هيسم وبرحب بيديوفة كرام برحب بزميلي طبعا توفيق اللي بيغطي معايا المباراة النهاردة طبعا النهاردة بيتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهاية كاس مصر الكرة الطائرة طبعا بعد الفوز على الترسانة في دور التمانية من المسابقة كمان عايزين فكر مجاهدين أن الأهلي تغلب على الترسانة بنتيجة 3-0 طبعا في المباراة اللي أقيمت بينهم على صالة الأمير عبدالله فيصل في مقر نادي الأهلي بالجزيرة وكانت الأشواط التلاتة كالقاتي 25-13 25-19 و25-18 على جانب آخر يعني كمان تغلب الاتحاد السكندري على هليوبلس بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم في دور التمانية على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية وكانت نتائج الأشواط كالتالي 25-21 25-19 25-21 طبعا وبكده النهاردة هيلتقي النادي الأهلي مع الاتحاد في نصف نهاية المسابقة وإحنا موجودين طبعا حاليا في صالة قناة السويس علشان ننقلكم كل كواليس مباراة أنا وزميلي محمد توفي يعني كمان خلينا سريع يا كابتن هيسا منفكر أستاذ المشاهدين بمشوار الاتحاد السكندري في كاس مصر لرجال الطايرة دور الـ 32 طبعا تم تجنيب القرعة هذا الدور دور الـ 16 الفوز على سنوحة بنتيجة 3-1 دور الـ 8 الفوز على هليوبلس بنتيجة 3-0 أما مشوار الأهلي في كاس مصر لرجال الطايرة دور الـ 32 الفوز على الشرقية الدخان بنتيجة 3-0 دور الـ 16 الفوز على طيران بنتيجة 3-0 ودور الـ 8 الفوز على الترسانة بنتيجة أيضا 3-0 يعني استكمالا كابتن هيسا من الأجواء وتقطيطنا هنا من مدينة الإسماعيلية كنا نتواجدين من بدل جدا في فندق أقامة الفريين الأهلي والاتحاد مقامين في نفس الفندق أجواء ولا أكثر روعة من كده يمكن أجواء بين أشقاء العلاقات طيبة جدا يمكن زي ما كابتنا في الستوديو قالوا أكثر من لعب في نادي الاتحاد سابق اليوم من لعب في نادي الأهلي العلاقة بين الأجهزة الفنية أكثر من رائعة عزو الله حركة أكيد الصور وصلت حركة مالة تقطيطنا من هنا من النادي الإسماعيلية الفريتين تناول واجبة الغداء مع بعض أجواء أكثر من رائعة الجاهزين بيتكلوهم مع بعض العبين بيتكلوهم مع بعض بيتناقش في المباراة بشكل أنا أتمنى أنه ده يسود في كل الرياضات مش بس كرة الطائرة وده يكون السيادة في الرياضة المصرية كابتر أوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عشان دايما وأبدا النادي الأهلي يبقى رقم واحد في كل الرياضات اللي بخشها وخاصة كرة الطائرة اللي متعودين دايما جدا أن فريق الطائرة بالنادي الأهلي يحلق دائما ولا يهبط إن شاء الله النهاردة مجهود الفريق يكلل بالفوز والوصول للمباراة النهائية وانتظار الفائز بالمباراة اللي بعد كده هتلقى الساعة ستة ما بين الزمالك وطلق الجيش عشان النادي الأهلي يحقق بطولة الكاس الرابع على التوالي والصنائية المحلية للعام الرابع على التوالي دي كات أجواءنا وكوالسنا هنا من مدينة الإسماعيلية وداخل صحيحة هيئة قناة السويس الكلمة ليك كابتن هايسة مضيفة الكرام محمد توفيق وروزان نصر بشكركم شكرا جزيلا من الأرض المنع بالحقيقة نقلتنا طبعا الأجواء من هناك وخلاص يعني شايفين الفريقين يعني تقريبا حوالي 18 دقيقة وسنطلق المباراة كابتن ممدوح يمكن أجي لحضرتك زي ما عودتنا قبل كل المباراة لازم نشرح للسادة المشاهدين فنيات اللعبة جزء من واقفة اللعيبة لأن مش كل السادة المشاهدين طبعا فاهمين في الفنيات الكرة الطائرة ففي فرصة دي نحن نفاهمهم يعني ايه فنيات الكرة الطائرة أول نقطة دي أنا كنت عايزة أشرحها يمكن حصل النقاش على السوشيال ميديا مفهوم الأوت أفسيس يمكن دي الكرة اللي هي تعرفها على مستوى العالم أن هي دي الكرة الفنت اللي بيقوله المعد وخبال حضرتك دي طبعا لقطات الإحماعي كابتن ممدوح من أرض الملعب لقطات حية ومباشرة خلاص يعني ان شاء الله ربع ساعة وتنطلق المباراة فضل لكابتن المالش ويمكن المعد في كل كرة بيبقى أي الفنت للعيبة مين هيخش سريع مين هيشوت من اثنين مين هيشوت من اربعة مين هيشوت من ستة هو ده إيه ده اسمه سيستم لو كرة طلع الدفاع أو كرة خرج بره التلت أو المعد تطلعها للعيب برقم ثلاثة دي كلها يطلق عليها اللي هي أوت أوف سيستم وتعرف اللي هي كرة اللي ما قدرش ألعب بيها كرة سريعة عشان يمكن الناس تفهم كل ما يطلق على كلمة أوت أوف سيستم فاحنا بنعرفها من خلال الستوديو عشان تبقى الناس فاهمة يعني أوت أوف سيستم ودي بقى فرق بين المنتخبات القوية جدا أن يجب أن تتعامل مع السلوب دي أو الكور دي لأن طبعا الفرقة الثانية لما كرة تبقى بعيدة أو مش هتترفع بالنظام يبقى فيه ثلاثة بلوك أو اثنين بلوك يبقى فيه دفنس فالفرق زي الأقوى بقى هي اللي بتتعامل مع الأسلوب ده وبتقدر حين يتحقق نقاط من الدرب قوي جدا فالفرق القوية بتبان في الظروف دي أو في الكور دي أو في الدخل دي لا 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 تعريف هاي الكابتن أحمد ذكرية خبرة كبيرة نكمل بقى يعني تكملة للشرح بتاع الأوت أوف سيستم كل فرقة من على مستوى العالم أو النادي الأهلي أو النادي الاتحاد أو النادي الزمالك هل سرعة الكورة من المعد إزاي؟ هل الكورة اللي أوت أوف سيستم بيسرعها ولا بيلعبها هاي باس ويسيبها للعيب وخبرحتك هو وقوته؟ يعني عندنا أحمد صلاح عندنا مثلا بيقدر يتصرف في الكورة اللي زي كده ويقدر يجيها بوابونت مباشر وبيرجع كافة النادي الأهلي في الكورة وفي نقطة حساسة كتير أنا هاي كل اللعبة عندها إمكانات أحمد صلاح لا أنا بقول النهاردة أنه لازم يكون بصرع اللعب المدارب والبليميكر اللي هو بيحط سيستم لفرقته سرعة اللعبة عشان السنتر بلوك ما يلحقش يضم ويقدر يبحث صد يتفوق على الضارب لا أنا بصرع اللعب ويمكن نشرحها على الملعب يمكن هي دي الكورة اللي نقول الكورة الصفرة وخبال حددك عند نادي الاتحاد مثلا جات الكورة للبليميكر فهل هي على الشبكة فبيقدر يلعبها سريعة للعب مركز أربعة عشان لعب مركز ثلاثة هنا حيدم بسهولة ولا حيتأخر لا ما هي شكبتنا أستاذينك شحنة تاني يا شكبت المعليش الفريق الأخضر ده هو الفريق اللي استقبل الكورة اللي عنده الكورة اللي جيد كورة الصفرة فريق نادي الاتحاد المعد جال الكورة وخبال حرتك هل لعب الكورة فوق ارتفاع الشبكة بوش سريعة فبالتالي اللعيب ثلاثة هنا مش حيل حق يضم فببقى سهلة على اللعب اللي اترفع له بوش السريعة دي إنه هو سينجي بلوك فيقدر يخلصها يجيب بيها نقطة مباشرة وده اللي ساعات هنا خبت بقى نجمينة كبيرة عبدالله عبدالسلام امتى بيعل الكورة وامتى بيسرع الكورة هنا عبدالله حافز إمكانات لعبة النادي الأهلي واحد بيحب الكورة دي بيرفعها أحمد سعيب العباء وسرع بيداله أحمد صراح ساعات بينوع هالو مرة بوش سريعة مرة هاي باس فهينا عبدالله من كتر خبرته بيقدر يتصرف في الكورة دي وبيعمل مرة عشان يخلخ لحقة الصد اللي قصاده اللي قصاده فمبقاش يتعود إنه هو خلاص بيلعب بوش سريعة على طول لا بيلعب له مرة عالية مرة عالية حسب إمكانات اللعبة طب يا كابتن برضو وضح لنا على البورد توقعك للتشكيل البدئي كابتن محمد مسيحي توقعك هونا بالنسبة لنا عبدالله عبدالسلام المعد الخبر اللي عندنا كورسو طبعا بيبقى أحمد صلاح بيبدأ في مركز أربعة قدامه سعاد بيبدأ بسيزيتو المحترف الكندي أو أحمد سعيد وفي نفس الوقت فيه كرازمير بيبدأ مع محمد عادل كورسو وفي نفس الوقت اللي بيهوه محمد معوض بيلعب استقبال ومحمد رمضان بيلعب يمكن كابتن محمد مسيحي بيستفيد من إمكانيات ومميزات اللعبة اللي عنده ويستغل كل ميزة عند كل لعبة فبالتالي هو بيلعب محمد معوض استقبال وهنا عليهم دور كبير جدا اللي يقدر اللي احنا السيستم اللي بتعمل إن لو اللي بيستباله كريس قوي بيرجح كافة الفرقة بتقدر يعمل بيقدر يسرع الكورة فبالتالي إحنا بنفق معنا استقبال محمد معوض والكورة نقطة ميتة في الدفنس ومحمد رمضان بيطلعها فبرضو كان زمان الدكتور فؤاد عبدالسلام بيقول لنا يعني الكورة اللي تطلع من الدفاع سهل جدا إننا أجيبها بونت عشان تترجح كافة الفؤاد عبدالسلام رجل يعني كفء ورجل فن كبير وأحد عظماء اللعبة وطبعا أكيد كلامه يحترم كابتن أحمد يعني برضو تشكيل الأهلي اللي حضرتك يعني متوقعه زي ما قال كابتن مندوح ولا عندك رؤية أخرى لو هيبتدي هيبتدي قوة ضربة بتاعته إما حيب مثلا بيخاف إن هو إصابات اللعيبة فممكن يريح أحمد صلاح في الأول أو يعيح عبدالله لكن هو لازم يبتدي بالتشكيل الأساسي بتاعه ويشوف بقى المجرات المبارات إيه وبتدي يريح طب الاتحاد يا كابتن برضو يعني برضو لازم نلقي كده نظر على الاتحاد يعني قيمة كده حضرتك متخيل مين ممكن يبتدي يعني ممكن يعني تبدي مين ومين أهم اللعبين هناك اللي احنا برضو محتاجين نخلي بالنا منهم وعنده طبعا لازم حيهتم قوي بالاستقبال فهو عنده محمد مصطفى لعبة وعنده لعب كويس وفيه محمود شحاتة برضو دولة مستقبلين كويسين عنده عبدالهادي لبرو برضو فهوما لازم حيركز قوي على الاستقبال مقابل إحسال بتاع النادي الأهلي صحيح بيطلع بكرة الأولى صحيح وعنده بقى الاثنين معاديين خالد فيومي وعنده محمود الباشا الباشا أطول من خالد فهو هل هيعتمد على حال صد حيطول الأطراف بتاعة الملعب عشان الهجوم بتاع النادي الأهلي فهو حسب بقى برضو يعني الكابتن أحمد سمير حيبقى وقيعي يعني لو وقيعي هو خلاص حي حيبتدي يريح يبتدي يريح في رقيته للماتش الثاني يومي يعني عشان حقق مداليا هو بيبقى طبعا لو ركز على المداليا إنجاز كبير لدي للاتحاد إنجاز كبير جدا لو دخل مربع ده إنجاز كبير طبعا قوله بقى ياخد مداليا ده يبقى إنجاز أربع وبرضو احنا يعني شايف القرعة هي شرعة قرعة كانت موجهة يعني حطين الأربع فرق الكبار على رأس المجموعات بحيث إن هما يتقابلوا فطبعا الاتحاد كسب سموحها لكن هي كانت المفروض الأربع الكبار هما الأول مرة تحقق قرعة موجهة يمكن شتصنيف الفني من قبل الاتحاد بحطوا على رأس المجموعات لكن ساعت بتبقى كانت قرعة بس الاتحاد هو اللي عمل مفاجئة هو مش قاة يعني هو جمل فرقتين جنب بعض زي برضو الجيش وبترجيت بس الجيش طبعا الأقواء في الترتيب فهو الكسب بس كان مطش جامد الجيش وبترجيت وكان الاتحاد برضو والاتحاد وسموحها فهي دي بس ما حصلش مفاجئات يعني التوقع هو أو التوقعات كتابل مفاجئة يعني هو وصل آل الأربع الكبار هما اللي وصلوا بين سموحها والاتحاد يعني طب كابتن ممدوح حاجة لحضرات برضو يعني لو حضراتك يعني مكان كابتن محمد مسلحي تمام وأكيد عندك مباراة بكرة بعد تقلم من 14 ساعة فأكيد كل الكلام ده في دماء كابتن محمد مسلحي وبس خلينا اتكلم عن الروتيشن مش هتكلم عن الوتيلي ازاي او يفنش ازاي الروتيشن هل مطالب ان انا اقسم المباراة من نص بين اللاعبين ولا اعمل يعني انا برضو خايف انا ما اعتمدش على اللعيب الكويس وبكرة عندي مطش مهمة يبقى بره المود المطشات هو طبعا مغامرة لأي مدير فني بس سم كبتن محمد مسلحي عمل حاجة جميلة جدا لطول الموسم خلال السنة دي وطبعا وانه هو الموسم انضم من السنة اللي فاتت عشان احداث كورونا فامكن الموسم اللي فات اتأجل مرشاط لما حد الفيروس هدي وخباحتك وكملنا الموسم اللي فات في شهر سبعة وتمانية وانضم الموسم دو من الموسم اللي فات فهنا بعد الدوري كبدن محمد مسلحي ريح بعض اللعيبة الاساسيين اللي كان عليهم ضغط زي أحمد صراح زي محمد عاد زي عبدالله زي أحمد سعيد ما بدأش ليهم المطشط اللي هي في الأدوار التمهدية وبعد كده بدأ في مطش الترسنة لعب الفئة كلها النهاردة لازم هيبدأ بالقوة الضربة من وجهة نظر عشان يخلص وحسب المطش وهو ماشي لو ماشي مستريح ونقض فرق بعيد هيبدأ يشفيك اللعبة التانية لو المطش مقازم لازم حيفضل بالناس الأساسيين لحد يخلص عشان الكوة الطائرة ملهاش كبيرة ممكن تبقى أنت كاسبانة ننصف واخبارك وممكن المطش يقلب فأنا لازم أنهي المطش بتاعي في أقصى وقت ممكن وقال وقت أننا يعني حضراتكم متفقين هيفتدي فول باور لازم يدوس جامد بحيث أنه يخلص بادري لأ المطش ماشي في اتجاهه والدنيا مشت في السيستم لو عايزوا يبتدي عشان يدي راحة للعبة لما لو أنا ابتديت من الأول مرتاح ممكن مطشي عارب معايا ويبقى أضعف الإيمان أجهات العبت وده عندي خبرة النادي الأهلي اللي عبت وعندها خبرة جبيرة جدا أنهما بيقدروا يحسنوا المواقف دي ويقدر يخلصوا ده عارفين أنه مطشي كاس وكوة الطائرة ملهاش كبيرة فلازم يخلص النهار ده عشان إلا حيريح لمطش بوكة ويقعد يتفرج برضه على مطش الزمالك والجيش عشان يدرس وخبرة حالك عشان ما فيش وقت بعد المطش أنه هو حيحلل ويعمل سكاوتينج ويحيعمل محاضرة ده حيتعمل بس أنا ما يكون النهار ده العيبة بتتفرج عليه في الملعب أحسن من النهار ده ما روح أعمل محاضرة رايح بقى المحاضرة وقتها قليل وده يمكن اللي بيعمله الجهاز الفني وبيحضر لعيبة النادي الأهلي فخلاص إحنا حفظنا بعضينا بيقدر كل مدارب فاضيك الحدود الأداء فعلا الأداء كنت حدك يعني إحنا نظام الكرة طيرة في العالم كله إحنا بنلعب ثلاث ماتشاط يعني حتى في المنتخبات وشايفين الدوري العالمي حاليا ثلاثة أيام ودين الفرقة بتريح ودين لعبوا ثلاثة ماتشاط وربعض فعالي دي يوم با يومين وربعض فدي بقت عادية خلاص بخلاص السيستم بتاعنا إن إحنا ممكن تلعب ثلاث ماتشاط وربعض وثلاث ماتشاط جامدين جدا لعيب يقدر يلعب لكن مش أكتر من كده يعني ما فيش نظام طيب كابتن سريعا كده عشان خلاص هنروح لحظات وتنطلق المباراة توقع حددك كنتيجة تفضل لكابتن عام لا إن شاء الله ثلاثة سفر ثلاثة سفر كابتن نضوح ثلاثة سفر إن شاء الله إن شاء الله مباراة قبل نهاية كأس مصر لإحلي والاتحاد السكنداري صالت قناة السويس من إسماعيلية بعد لحظات إلى معلقنا الكابتن محمد عفيفي نتراك بحضراتكم بعد المباراة ترجمة نانسي قنقر